صباح الخير مشاهدينا الأندرستيرز هي أريا كلنا بتكون موجودة بأيام ببيوتنا وما منعرف كيف شو نعمل فيها منتركها في أمتي بسبيس ما منكون مهتمين فيها لا جماليا ولا عمليا رح نعطيكم اليوم أفكار سهلة كيف فينا نطبق يكون في حسب النيد تبعولنا ببيتنا إذا نحنا بنشرب كتير واين وسكنين بالجبل في أحلى من أنه الأندرستيرز تصير تتحول لأريا يكون فيه كله للواينيري ونكون عاملين كافي كتير مرتبة بسعاتها بتصير كتير بارت جمالية وكمان فانكشنال اللي اللي بيحبوا الجرينيري واللي بيحبوا الفلاورز ويكونوا من الأشخاص اللي بيعتمدوا البيوفيليك ديزاين كمان فينا نعمل الأندرستيرز جاردن بهيدي الحالة أكيد نحنا حرين نستعمل يا أما ناتورال يا أما أرتيفيسيال هي زيتا المهم عامل النظر والجمال يكون موجود كمان نحنا فينا لكتير الأشخاص اللي بيحبوا عندهم من هواياتهم المطالعة فينا نعمل يصير ساعاتها في عنا لكي اسم ميلي لايبراري ونحط صوفة صغيرة مع تايبل بنقعد بنقرأ بنكون من مال اعتمدنا عنصر جمالي وبزاية الوقت بنكون استفدنا أنه حطينا ستوريج للبوكس وصرنا عم نشجع حالنا أنه نقرأ أكتر وكمان كلنا دايما بيزاية المشكلة ببيت بكل البيوت أنه ما عندي مطرح حط غرادة وما بقع بيساعة وخصوصة السيزنل بصيفية دايما في عنا الميويات والغراد طبع البحر وبالشيط غراد السكي لهيك فينا نكون عم نعملها ستوريج هايدي الأندر ستارز آريا بتصير كل شي محطوط علي القصص اللي منعوزها دايما بس بنا نروح نقضي الواكيشن وبهالطريقة بنكون قدمنا لكم أربع أفكار فينا نطبقهم بالأندر ستارز وبتفيدنا وبتعتي كمان جمال إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة ومنلتقى بموضوع جديد